اهلا بكم من جديد بيسعدني ان يرافقني في هذه الفقرة مستر يوسعي احمد القدري حبيبي يا باش ايه في امريكا تتفر امريكا امريكا احنا سافرنا قبل كده مع بعض احنا سافرنا امريكا مع بعض اه امريكا من كده مرة لكن لكن فاجأة كده لانك في امريكا لانك فاجأة عملت لك مفاجأة اه يعني نعرف من امريكا قول تاخد الاجهاز ده كده اه نعرف من امريكا اه لا بس كده امريكا يعني الاقي ناس بتقول احمد الخضر يمطوح له ثلاثة اربعة ضريبهم فاقفل لا لا مش كده امريكا كده عايزك بس اللي انا الجميل ومن غير مجاملة ان انا لقيت الجالية المصرية هناك كنت فانا في ولاية اسمها فيلاديلفيا ما فيلاديلفيا اه مع الزازي مع الزازي بقى والجماعة اه طبعا صديقنا عزازي فلاقيت الجماعة المصرية كلهم هنا متابعين التفاصيل للتفاصيل الجالية المصرية ومتابعين البرنامج بوكس بوكس والله يقولولي البرنامج البرنامج اه هو البرنامج اه توقف ولا اجازة فقولول انت باطلب شبانة اطلب وصلتوا بالقصة والله زي ما بقولك فاطلب طبعا فرق التوقيت عمل يعني فرق ست ساعات عمل متقوب هناك تتقابل الساعة عشر عشر وانا اخد بالك انا فيها عبا لا انا طلبك كتير انا في الاجازات بافصل بص انا في الاجازات لا ارى مواقع انا كده برضو ولا حتى الاعداد متواصلش معاه يعني بص يعني بفصل انا عملت كده بس انا عادة تواصل معاك فاطلبك على الساعتات اربعة عملتها حتى طلبنا كلنا نمتن وانا في اطلع كلام كتير اه اه لكن الحمد لله الناس اللي قناة جم سماعة والبرنامج ماشي الله والله والله ده مبالغة اكيد هم هم بتابعوا البرنامج اكيد بيتابعونا وعارفين انا باتكلم بجد يعني ما شاء الله الحمد لله يعني تحية طبعا لكل الجالة المصرية في كل مكان وفي امريكا طبعا بشكل خاص فلادلفيا طبعا مصرين كتير هناك اه طبعا يعني معقولين بس عاملين برضو جروب كويس اهلي وزمالكو يتناقشو عايز لو الناس بس ان في امريكا بتلاقوا محلات اكل مصري اه 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 مطعم مصر اه كلهم مطعم مصر كتير اه اه كتير تي شيرت ده امريكاني لا 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 خالص بجد الله لا 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 بس اللون الفئ ايه يا رأي يا رأي يا خدر حمد لله على السلام الله سلامة جباش اه 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 ايه اكتر يعني حاجه كنت حرس تجي تسأل عليها اول ما وصلت البرنامج البرنامج بتاعنا اه طبعا دي سمي اه 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 طبعا انت تجربت للشياء لا انا برضو اصلا مش عارف اتواصل فالغاية ما اتطمنت بقى يعني ده ده اهم حاجة الاول ديك اهم حاجة يا باشا يا باشا من يعمل اصلاح احنا بندرس الشغلان احنا شغلان احنا بندرسها من يعمل بمهنية وبصدق وبحق ولا يفرق معهم طبعا طبعا فالطم لا 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 الحمد لله يعني احنا بنام ومطننا بطي خصيب لا يعمل يعني طريق طويل وطبعا الصفقات اول ما جيتها بالاهل جابين ده انا حتى فكرتش رد اه يعني ما ردتش اصل حتى لما ناسة تقول اشعاعاته بيقولي وبتاول رد ما ردتش ما ده اللي زود بقى بقى حتى هزر يعني ست الناس هزر يعني ده اللي زود القصة يعني فالطم انت بس اعتقد انا برضو زي ما كنت فاصل اول حاجة تأكدت على البرنامج خلاص وقلت بقى اكمل فاصل لغاية ما نيجي اه اوكي لكن اكيد لفد نظرك في الوسط حاجة يعني ما جيت يعني اه طبعا هل صفقات لفدت نظرك صفقات الزمالك مثلا صفقات الزمالك وصفقات الاهلي طبعا ده الاساس المنتخب اه جيت الاهل لنفس الصفقات اه يعني اه 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 ما هو كان واضح من بدري ان الصفقات الاهلي والزمالك السنة دي هتبقى مش لا بس زمالك جابيجي تمانية دلوقتي جابة سبعة تمانية سبعة سبعة دلوقتي ليه بقول سبعة عشان الراجل كان عايز سبعة اوكي نعدهم مع بعض وهم سبعة ماليش ده بقى ممكن يزيدوا هيزيدوا بس هو الراجل كان عايز سبعة ما انا بحاول افتح والله لا لهم لك انا احافظهم لو قولنا محمد صبحي هنقول عمر جابر صبح هنعتبره صفقة اه طبعا صبحي عمر جابر الزناري هده كده ثلاثة اه صبحي عمر جابر الزناري الزناري دونجة اربعة وتلاثة الافارقة واللي هو سامسون ونداي والواردس والنهاردة عامر السيسي المفترض يقوله خلص النهاردة ماليش ده المفترض لا هتقولي يا جماعة الخبر بتاع انا ماشي انا بقول ايه انا بقول انا الرجل كان هو دايما قلت انا معك ان هو مش عايز كتير ان هو محافظ على قوامل اساسي ان هو اهو في خبر اهو في الطرق 14 انا عارف طبعا ومتابع انا متابع بس هو زمالك تقريبا خلص عمر جابر بس هو العيب كويس يعني عمر السيسي المفترض انا مش بتاعتي العيب كويس او عشان انا بقولك هو كان عايز سبعة فانك تجيب زيادة ده حاجة كويسة ما ممكن ويوسف ده بتاع دجلة هو هو صغير بس هو بيقوله لعب كويس جدا بس ايه الفكرة هو اهو يليجو يلعب في النشيين يعني يلعب في الشباب هو مدرسته ان هو مش عايز زحمة في الملعب هو عايز 24 لعيب عايز 25 لعيب عالفكرة يوسف ده في المنتخب 2003 تمام الاقلي مسلا جاب الدبيس وجاب رشدان واخد بالنفس الفرقة بتاعاتهم يوسف حسن اه لكن صعب جدا عمر في الاول لا صعب حتى كولر بيقول برضا انا مش عايز زحمة نفس الفكرة ما هي الفكرة لكن لو يكون مهاجم كويس وصغير ايه المنع هيجو يلعب فيه لا ماتش مانع انا قلت لا بالعكس ده ده دي حاجة كويسة جدا ويددي في المستألة ده حاجة كويسة ان يقعد سنة اتنين ويددي بعد كده بس انا اقول الاساس يعني اساس انت كانت سبعة فهو لا السيسي طبعا لا عمر السيسي ده لعب قوي جدا واضافة وخصوصا انت بقى طريق عامد وبعد كمان اصابة النبي العامد هيقضله شهرين ان شاء الله نص فيبقى برضو ممكن يكون هو اطاويتش الفترة دي لا والمكان ده بيبقى محتاج اللعيبة كتير بيبقى انزرات وبقى طرد كنت بكلم مع كابتين العامد فتحتة مع تغير طريقة اللعب ان هو ملعب ثلاثة وراء واربعة في نص الملعب وثلاثة قدام والاربعة في نص الملعب منهم اتنين اما معشور ومعه واحد لكن ولو غير الطريقة بقى الاربعة ثلاثة ثلاثة يا لاب بطرفين عادي جدا اللي هو المسلوسي وفتوح ونقل سردباك من سردباك للطرف لاب بربعة لانو بقى عنده لعيبة وقت كان مضطر يلعب بالطريقة دي لانا اللعبك هتقول ايلا فهيبقى عنده محتاج في نص الملعب لعيبة هي بص هي مع فريرة يعني هي جمهيري زمالك الانة بس انت لو رجعت انا مستغرب لعيلك جمهيري الزمالك اه وده مش في محله ده اكتر حاجة يعني انت باك بطل داوشي وبطل كاس واخد بالك بلعيبة اللي كانت موجودة اه فانت فوت صح هي بالزبط هي الفكرة في ايه الفكرة ان الراجل دا هو البطل بمعنى هو البطل هو الصفقة يعني لما تقول لي اقوى صفقة حصلت للزمالك لأفرير انت عارف انا عرفت ان جاله عارض من منتخب في ايلها في كاس العرب مرافقت لا ده هو راجل بيحترم تعاقداته لا واضح ان هو كمان حابب الحالة يعني حابب جمهور الزمالك والحالة الزمالك طبعا وزي ما بيقوله بتاعي يعني شبعان شبعان من كل حاجة اولا كيف قطر كان مكسر الدنيا اه طبعا مع الساد اه اعرف كان بياخد كم اربع مليون يورو اربع مليون يورو اربع مليون يورو اربع مليون يورو في السنة اه وكان معاد شافي لو تفتكي الملعب طبعا اه اه وبعدين عايزين يخلوه مساعد معاه اه عشان يركب بعديه فالرجل قالك هو الهرش اللي قالك خلاص اه اه ولا محتاج ولا محتاج يعمل مجد لا خالص لانه عاملو خالص فانا بطمج جميل زينك طول مفرير الموجود لأ انت هتلاقي منافسة على الدول نفسة على اي طول هيدخل فيها فيه منافسة يعني انت شاف ان ده مش في محله خالص ليه ليه هو هو بدليل اللي حصل للمسلم اللي فات يجيب حسام عبد المجيد يجيب مش عارف مين في نص الملعب يجيب مين محمد عبغان يلعب في نص الملعب يعني الراجل عنده حلول لكل حاجة فهو لأ الصفقات اللي انا شاف هي كفاية بالنسبة للزمالك هي مشكلتنا الجميل زمالك هنا بتدور على بديل لبن شرقي بنشاري مش عزق اليوم طريقة الراجل بتعمل تغيير في كم مكان في الثلاثة اربعة عشر في كل حاجة بص في حرصة المرمى اولة اه ناحية اليمين نمار طريقة اللعب بنفسيها لان نمار ده انت عارف نمار كنهاف لفت اه ده انا هقولك مراكز دلوقت لا ده انت عارف جابه من عارف نمار خليها بكريت السردباكات المسلوسة مش مكانه اه 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 حسان عبد مجيت حسان عبد مجيت ظهر فجأة اه حلو كده تمام نص الملعب عبدالغاني اه فجأة اللي هنالعب نص الملعب وروقة هل وروقة اللي كان اساسا ماشي اه منش بلعب كل سنة اول واحد بتحط في الماشين كان روقة صحيح 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 وروقة اه يوسف قسامة نبيه اه 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 سيف جعفر لعيبة اه اه اتغيرت مركز لا وبينزل ده دم ماتش الاهلي لا لا هو قلبه قلبه حديد قلبه حديد طبعا 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 عنده عندي خبرات وعنده ثقة في نفسه ما يتقلقش علي يعني اقصد بس كده اه فهي جمهير عايزة تلم لعبة مصر كلها وده مش هينفع وانت مش هتلاقي بنت شارقي كل يوم يعني انت مش هتلاقي مش هتجيبه حد زي بنت شارقي كل يوم مش هتلاقيه فأنت بده اه هو لا يعني انا انا بقولك معلومه هو عايز 7 فما يزيد ده ده خير وبرك لكن هو هو استكفر بس انا عايز يقول بامنسبة من شارقي هو من شارقي ما كانش جاي الزمالك وهو Cornell اللي كان في الزمالك خالص يعني مستوى الفني قبل الزمالك بالظبط ما كانش بالعظمة اللي زرد في الزمالك بس انا مليش داعه هو ماشي وهو insecure اه يا جميل حديد عنه عندك بين شارقي وكان قبليه فرجاني فرجاني مكان ش فرجاني اللي بالشكل. ومشي طرق حمد ومشي مصطفى محمد. فوارد ان احنا نتفاجئ بسلا بزاكريا الوردي بحاجة. على فكرة. زاكريا الوردي اثبت نفسه. لا لا اثبت نفسه جدا جدا في تدريب. جدا. ولعيب اه هو عنده شراسة برضو زيادة. اه عنده قوة في الالتحمات. ولعيب كورة. اه وقوة في الالتحمات. لا لعيب كويس او. يعني. يعني بيعرف يباصي. يعني. يعني. من اهم الصفقات اللي اثبت نفسيها في التدريبات لغاية دلوقتي. ما انا بقول طبعا. هو برضو فريرة عنده قناعة جامدة جدا بزناري. معاين الزناري يعني اللي ياخذ علي ان الجسم عارف المركز هو بيعايز اللي هو زي حسام عبد مجيدة الجماعة الطوال دول او بتاع. ومش طويل قوي. بس مش كله فيه. الوينش مش طويل. لو ايمن اشرف. الوينش مش طويل. اه اه. يعني الوينش. هم حتى قالك. قالك الوينش مش طويل. فهو عنده قناعة جدا جدا بالزناري. هو كتال. الحتة دي. صاحبك سن الزناري بجاي حيبقى الرابع او خامس ما هيبقى يعني مش اساسي. مش شرط. يعني فوجود حسام وفوجود الوينش. ليه لأ ليه ما يبقاش اساسي. ليه مش شرط. لا ما هو طبعا هو صند بايد اكيد يعني. هو. بصاصل الفجر حيعتمد عن الناس بتاعته. بالزبط. اه يعني فهو لو جات له الفرصة اماشي. هو مش هيدخل حد الواحدة واحدة واحدة. زي ما قلت قبل كده في مطش قبل مطش هلال مش هيلعب حدنا مجداد الا يعني اللي في الشرط التاني يدي له حد. ده امريمانة ضايبة. اه يعني. من التباع عليه ايه? يعني لسه برته. ام. يعني ماشي. بس ماشي هو اللي عيب مهاري اللي عيب كويس او كمده. يقول له عنده سرعات كويسة. جدا. بس هو اللي ازبط نفسه على طول كده دخل واندمج وكلام ده هو زي كنت بريمانة ضايبة ايه? انهي لعب مكان بالشارك. اه طبعا. اه. طول الوقت. ما هي دي المشكلة. هي دي المشكلة. هي دي المشكلة. ما هو موجود. وبقى كده هتول ما هو موجود. ما هيبه. طب هل في انتباع على سامسون? اللي هو اللي. لا لسه. لا لسه ده لسه او تمرين لي يعني او بتاع او الكلام ده. وزي انت قلت دلوقتي يا شبانا لسه لسه المتشاط ولسه الكلام ده. يعني انا مش هحكم اللعيب ان هو نزل تمرين او الكلام دوت يعني. لكن زكريه ده كزا مرة يعني. ومن لعيبة كمان. اما مختلفة يعني. فيه قلق من ماتشين بروندي ولا بعد ما تخل ماتشت تاني خلاص هنا. ده ماتشين هنا وبتاع ماتشات سهلة. ماتشين حتى الحديزة على خلالات الزمالي. اه. خلالات الزمالي خدت. خد الحقوق بتاعة الماتش. خدت خد الحقوق. ده اعتقد ان الاهلي مهمته اصعب. اه. يعني انت لو قارنت زمالك الماتشين هنا. اصعب مواجه في الارباع الاهلي. ليه? الاهلي ما هي اول اه تجربة للمدرب. فا اه تجربة ده ما تقيل. عارفت ايمن او اه مهما كان. انا ولماتش اقوليني بره. ومهما كان كفاقته. ما انت لسه بيجيب هيلعب بين بكريت هيلعب بين فيرود هيبدأ مين في نص الملعب. والمود. انا بتخش الاجواء وتخش. اي. سبا كان بتنضيقك هبقول من شواء. طبعا. حتى المدرب نفسه بيخش ايات مصفير. اي مدرب لازم بيعوز انت ثلاثة اربعة ماتشات. اه. فانت برضو من الظلم الحكم عاليف في الماتش ده. من الظلم. بس بس مفهاش زار. بس مفهاش زار. من الظلم الحكم. بس ده لازم تعديه. انت لازم تعديه. بس انا بقولك انت دلوقتي ماتش وجماهير وضرب الجزاء جت وتع وارد. بس انا بقولك يعني انت اختبار اه غلص بالشيء بلغة الكرة كده رخم يعني يعني كان ممكن لو فرق اسهل شوية. كانت هتعدي بالسهولة. يعني كده برضو في ضغط. اه حاطر اقول ماتش يا وراني كان عندك. طبعا. طبعا. طالك اسبان اتنين تلاتة. طبعا. اكيد. 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 لكن فوق اختبار قوي. بس بنفس الوقت برضو سلح زوحدين. خد بالك. اناك لو عملت ماتش كويس وعديت. طبعا. بشكل كويس. هتستعيد ثقة غايبة بقى لاشهول. خد بالك الاهلي برضو عنده مشكلة. اتنط يعني هتاخد مسافة كبيرة. اه الاهلي كمان عنده مشكلة مع الجمهور. اه. بان في انطباع في اخر ستة شغل مش ده الاهلي. عشان كده مش هيبال اي حاجة تانية. اه فالجمهور مترقب. فهي سلح زوحدين. لو اللعيبة نجحت ان هي تتخطى بشكل قوي المرحلة دي. حيكتسبه بسرعة ثقة. ومدربه. وانا سامع المدرب كويس. الناس بتتكلم عليه كويس. ولعيبة مبسوطة منه وا 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 وا. بس برضو. انا الماتشار. ماتشارش كان بيقوله اللعيبة بتحبه وبيعب اللعيبة في الملعب. ممحاتش بيقوله اللعنت يا حمد. هي؟ ممحاتش اقلل اللعنت. لقى تظلم طبعا. لق محاتش اقلل انه اللعباكت بتعال. لا لا طبعا لا تظلم من الراجل. انت انت على اي اساس لأ انت على اي اساس يا راجل اتظلم مين يعني? طبعا تظلم. طبعا انت تعرف ان هو اروح ركب شعر? لا ده الراجل بقى مللي حصل له. ها هي. كسل ارشق حلويس برضه. مللي حصل له. لقى انا اديني الفرصة كاملة وعي كده احكم عليها. او الظروف كان صعبة ما يعمل ايه بقى يعني. شفتها شفت الخبر. اه طبعا. اه طبعا. الظروف كان صعبة يعني. يعني مش اقولك ان هو كان مدرب ممتاز او مدرب كويس. بس انا ما يعني اقولك صعب كان الحكم عليها. لازم ياخد الفرصة للاخر. طب في كلام عادي تقال شيكبالة. انا عارف ان شيكبالة كانت غابعة تمرين مرة في يومين ثلاثة او بتاع. في ناس عم بقى لها تردد اصلا بقى فيه اصدام. وفي ناس بتقول اصلا عنده برد. جايب عنده برد. طمام. الحقيقة فين. ده الناس كمان لقيت انا صفحات منزلة عن انا بيقولوا ان شيكبالة غاب عشان زعلان عشان الاستفتة في. ده الالسانة كنت. اه. انا مقلتش كده. انا قلت ان هو غاب عشان عنده برد. انا قلت فريد ده بتطلق في تاني. لا 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 في اليوتيوب اه. اه. اه فعل اوصي. انا قلت يمسك على دول. لا 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 قلت قلت عنده برد. قلت عنده برد. غاب انه عنده برد. معاني الحقيقة. وكزعلان اه طبعا زعلان. لكن هما. زي بغلطة. رابط دي. رابط دي بدي. لكن هي قصة ان اصدام لأ شيكبالة دوره مختلف في السنة دي. مختلف يعني شيكبالة اقرب بانه يكون مدير قورة او مدير قورة. حتى تلاحظ النهاردة صور مع اللعيب الجديد لو سامسن ده بيجري معاه بيحتضنه. اي حاجة هو قريب من اللعيبة اوي. اي حاجة ما اللعيبة بيخلصها. اي مشكلة اي حد بيحتوي طب اي حاجة اي طلبات في شيكبالة دوره اكبر مجرد ان هو اللعيب بيستضنه. انا في الانترو تكلمت على خصة بليات وشيكبالة دي. اه. انا سمعت سمعت. انت كويس. لكن ما فيش مقارنة طبعا. ايه. اه. اه. انا عمل الاستفادة في زمبابوي. اه. انا عارف. انا عارف. لا 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 استفتاق الجماهير دي انا ما لا اصق فيها يعني. ما ما خلص احترام يعني. يعني حتى النقاط بتبقى بس ما فياش اهواء زي جماهير. اصلي الجماهير انا اللي بحبه او اللي بمكره ما هش هتديله. اللي بحبه هتديله. لا يعني هتلاقي في العيبة كتير اوه ما استحققش في العيبة اوه. يعني كتستحقق وتدخل يعني. من الاهل قبل اي حد يعني. لما شكبالة جايز للماتشيك بتقوم بلونه. اه طبعا اه. انا بقول لك باكد تاني للناس كلها ولحضرتك ان شكبالة دوره اكبر من مجرد ان هو يدخل فيفتعل المشكلة. انه اصلا فيفتعل المشكلة ايه. هو في لعب مثلا عشان يفتعل المشكلة. اه. 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 في مراكز اه اه. في شاركة عالطرف. اه احنا عادنا اخر اربع خمس ستة متشاتل الزمالك في الدوري. اه. كان الرجل بيدور في المكان ده. يعني شو هي لعب اوباما اه وينج شو هي لعب شيكبالة اه في خريحة الشمال دي. اه. يوسف اسامة. شو هي يوسف اسامة. اه. شو هي نقل زيزه في الشمال. اه. اه. وحط شيكبالة في اليمين. اه. الرجل عم امام عشور لعب ماتش لو تفتكر في اليمين. اه طبعا. على فكرة اه كان من اول اقتراحات او امام عشور. اه. امام عشور على فكرة لعب في المكان ده. اه لا ده هو اصلا كانوا جايب في المكان ده. اه. اه. اه لعب اه. لعب اه. لعب باك رايد كاس اومم. اه. 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 بلعب نص ملعب. بلعب تحت روس الحربة. اه. بلعب هاف. وينج. وينج ليفت. فرجل يعني لعب. شايف ان هو لعب يعني في مركز تمنى ده بتقول لعب كما يجب ان يكون. يعني ربنا بس يدي نفسه كده. وهو. اه. نجح في حاجة. انا كنت اول ما طلع ظهر اعملت غلاف في الاهرام الرادي كنت رئيس التحرير. الامام. امم. كنت قلت ده. مغلاف من كترة من شوية الغلافات اللي كنت مفاجم فيهم. يعني حاجة عكس اللي بتتعمل. ات يا ما هاجمت. يعني ما تشفكر ببيتي الغلافات ده المرأة. ما هاجمت والله الا بحق يعني يا عمرو ما عملت حاجة. ماشي. ماشي. انتقطت الا بحق. ماشي. فانما امام عشور كان مشروع لعب ضخم. اول ما ظهر. من اول ما ظهر الحقيقة يعني. مم. تس كان فيه عيب. عجبني انه تخلص منه في زمن قياسي. يعني ده ما لعب الصغير. مم. لم يبقى فيه عيب بياخدوا وقت. طبعا. مم. على ما بيعقل بياخدوا 3-4-5 سنين. صحيح. صحيح. انما امام عشور كان عصبي. وكان ينجارف ويندفع. يعني تقدر تقدر كمنافس لي تستدرجه لاخناء. اه. لأ صحيح في السن. حلو. اه. قعد سنة كده. اه. فجأة بصراحة يعني. بسرعة. 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 عدل. بسرعة. فمستوى فرق مع القصة دي كتير جد. طبعا. قعد سنة توقف كتير جد. اه. وقاب كتير جد. معظمة كان اقافات. اه ما كان اقافات. نتيجة اندفاعه ده. فهواء مام عشور الحقيقة. اه. قدر يتجاوز دي مع اداءه العالي. طبعا. لكن في اماكن اقصد اقولك في مراكز في الزمالك. خلاص احنا عندنا الوينجليفت. ام. انت شايف راجل مستقر على ايه. يعني خلاص ابراهيمان اضايح لها في الحد دي. اكيد. اكيد. هو. هو قد يأتي بجديد. بس هو. هو. هو دايما بقولك. بيحب الفرقيته القديمة. خلاص. من شرق ماشي. خلاص ماشي. وها ماشي. لا ممكن تليه جاب حد جاب اي حد لاخترح حاجة. ما بيخترع. ولا هو ممكن يلعب بزيز ونحة. ده مخترع. ده مخترع. ده مخترع. ده مخترع. بيخترع حاجات كده. هو حد يقوله ان محمد عماليا ما لعب في نصف ملعب. اه. اه. محمد عبدالغاني تقص. محمد عبدالغاني اه. فمين اللي كانتوقع فهو ممكن تلاحظ فيه اي حاجة يعني. لكن هو فترة دي لأ. انت عارف مين اللي هتلاقيه بلعب اه. وينج. وانتوقع شبانة اه. 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 نيمار. اه. لأ صعب لأ اصلي بكرة. لأ صعب. يا باشا مع عمر جاب الجه. اه. صعب اه. بص. ممكن وارد. بص. وارد. الراجل حيبتدي يلعب. حيبتدي يلعب بغير طريقة طريقة لعبه. اه. من ثلاثة اربعة ثلاثة. اللي هو كان مضطرر لها لانا عنده مركز كتير فاضية. اه. 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 على فكرة الطريقة دي مكادش جاي بيها. لاتطر بيها بعد ما. وطبعا اه. 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 فانت النهاردة بقى عندك وفر. اه. فتدل تلعب اربعة. تلاتة تلاتة. اه. بسهولة. تلعب بفتوح عادي جدا باكليفت. اه. وتلعب بعمر الجابر اول مسلوسي باكرايت. اه. وانتك اين سردباكات الوينش وحسن عبد المجيد. اول الوينش وحد معي يعني. وعندك نص ملعب بقى بقى عندك الوردي. اه. بقى عندك عبد الرغاني يلعب في الحتة دي. او يلعب سردباك عبد الرغاني مع الوينش. بقى عندك اه عمر السيسي لو خلاص ازا ما بيقوله كده في اللحظات يعني في المؤخرا الموضوع بيخلص. عندك اه نبيل عماد دونجة في نص. عندك امام عشور في نص الملعب. اه. عندك في الهجوم. وعندك نمار تقدر بقى. اه. تستخدمه كوين. هو اصلا بلعب في الحتة دي. اصلا. واصلا وانجريف. اه اصلا في الحتة دي. هو بقوله هو مش هيغلب. ازاي نمار دا الزمالك في وقت وقت تساب الزمالك ومشي. اه والله. لأ يعني. انا شوفت التصريح اللي كابت البدر رحمد كان غريب جدا. قالك انا رحت تايلاند جبته. مشي راح تايلاند. مشي. وراح احترف في تايلاند بقول لك كانت بقدر حمد شوفت له تصريح من يوم. اه اه. قالك وفوجيت وانا في تايلاند قدو نجمي النجوم. اه. في طايل راح ارجع. راح ارجع. لا اجاب. اه لا. في في ناس في في قطاع النشئين بتمشي بتبقى فلتات. اه. فاني مار يقع ابوين يعني. في حد في زمالك راح ازدي دا برضو كان فلتة. مش فاكر اسمه اللي هو المهاجم. اه. العيب. فرود. اه لا تاع يعني زي النص ملعب مهاجم كده يعني. بقول لهاك كبير. اه. اه. او هيبقى يعني. اه اه. هيبقى كده بركات كده يعني او بتاع. لا قطاع النشئين اه موجود في اه في الاهل والزمالك في اه كنز كنوز موجودة. فاصل لك يعني عشان الجمهور اللي الان من حتة الوينج. انا لا انا مش مع الجمهور خالص. حتة الوينج. لا اه. انا انت خلاص الناس بقى مش هتوعب بقى مش هتلعب كده عشان اه من شرق مش. لا هيجي من شرق ويجي احسن منه ويجي سايد. لا تنهاردة بقى عندك زيزو في وينج. وعندك نداي ابراهما نداي بلعب وينج. وعندك شيكابالا بلعب وينج. ويوسف. ويوسف. ويوسف اوسامة. ووباما. يا رجل يوسف اوسامة نبيه. اه. لغاية النهاردة ناس بتقولك. قسو ما عندوش الخبرات الكافية. اللي هو عنده 23 سنة. اللي هلن تزغر منه. ما هي دي هلن دي خلى الناس كلها تفوق. لا مش تفوق احنا اللي متاخرين. اه. ما نقول لك. ما نقول لك تفوق. يعني برا عادي بالنسبة لهم. فيش حاجة قصة اه. يعني ايه يعني ايه يعني ايه. اللعيب انت لو رجعت حتى اللعيبتنا. اللعيبة الفلكة هتلاقين بلعب نوعا من 18 سنة. 19 سنة بكتير. لكن انت سنة 24 سنة ابدأ اقول ده لعيب صاعد. عارف الظاهرة دي? اه. اخر 34 سنة بس. اه. عارف كل النجوم اخر عاشر احمد فتح. اه. اه. كلهم من انتخب الشباب. كل بدء من كم سنة? منتخب 19 سنة و 18 سنة. اه طبعا. منتخب كابتل حزن شحان. طبعا. منتخب كابتل شوء جريب. اه. زي صحيح. اه طبعا. وحسام غالي. جمال حمزة. جمال حمزة. كل البدءين 17 سنة 18 سنة. اه طبعا. ده حقيق. ده اخر بس 34. اه اه. انا عجبني اوي. عجبني اوي ان الاسعار السنة دي قلت شوية. ده كان لازم. كان لازم ده يحصل. بس انتخبات كتير اوي. ايوة. اوي. اوي. كان في انتخبات كتير اوي. بس برضو الفلتان في الاسعار دي. اه. انا عايز اقول لك على حاجة انا قدامي كل الانتخبات تقريبا. اه. اه. سيبك من الاهل اهل ثلاثة والزمالك سبعة ولا تمانية. في البنك الاهل والمصري عاملين صباقات كتير. بيرامز على فكرة اربعة. اه. فقط. فيوتشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تسعة فيوتشر تسعة. كتير الاول. المصر الاسماعيل احداشر لغد دلوقتي. اه. المصر عشر ولا احداشر. اه. حد سكنداني. بنك الاهل. عشر احداشر برضو. سموها احداشر. سيراميكا خمستاشر. ولا اربعتاشر. ازاي. ام بي احداشر. تخيل? ام. انت عارف الارقام تي كنت تتوقع. لا انا 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 لا اصوان بالمناسبة عامل صبخات هيلة ومش عارف ازاي. يا بشا ده يا بشا سمعني انا ما دخلينش افتح الملف ده. اقول. اوليش. ليه? نقول. يبيه اسوان ناس جدت عملوته فاترينة. اه. هيس معرابي بالمجموعة ده مع كمال تقديري للأسماء. اه. عملوا فاترينة. ام. يجيبوا افونا يفوقوا فين. في اسوان. ويروح يبيعوا. باتنين تلاتة مليون دولار. وفي اسوان يفوقوا في اسوان. ام. فده اسلحة زوحدين. هو يقول لك انا هو اصيب على الاد. اسوان بتفعش حاجة. دي ناس بيزنس. ام. جابت مجموعة لعيبة. ادي اللي من هولندا واللي من عرفش ابنين ويقفونا وده وده وهم بيعملوا بيزنس واسوان مستفيد. ماشي. لكن ايا فاترينة. بس في الاخر. اه ماشي. بس في الاخر. لا انا بقول لك يا انا حسيب السبع. في العقود مش لأسوان. اللعيبة دي مش لقود في اسوان. اه. العقود دي. اه. اللي جايبهم هو اللي مالك. اه. يعني يقدر يمشي 15 واحد نايتم سيزن. اه. يعني هو له الحق. اه. في انه يبيع. اه تمام. انما في الاخر يعني هي هي تركبة رجبة. اه. يعني اسوان مش غني. اه. نالي عنده ازمات مادية ضخمة. وناس جاءت تعمل بيزنس. تمام. خلاص. اوكي. يعني زي ما يتبع عندك ايدي وتيجي شركة. ريكبه مع بعض. تيجي شركة ترعاه. تمام. بالزبط. زي المقصة مثلا كده كان نيديه. هو ايدي لو تفتيك شركة. اه. 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 فهي نفس الفكرة كده. تمام. يعني هو على الاه اللي هيعدي باسوان المرحلة دي. اصل اصوان لو ما عملتش كده. بالعكسي. لو نكحت الفكرة انا. اصل اصوان مع بيرامدز مع 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 البانك الاهلي مع فيوتشير مع فارقه. اه. اه. بانك الاهلي واسوان الغلبان. طيب. طيب. اصوان الغلبان وفيوتش. فيوتش راح يجيب العلم من امريكا معرفش بكام. طيب. اه. بيرامدز. اه. الاهلي والزمالك. اه. يعني هيروح فين. حتى الاسماعيلي والمصري والاتحاد. لا اسماعيلي اه. برضو الاسماعيلي مش متمنوا لك المصري هيبقى هيعمل صفحات قوي جدا. بس ماشي لعبها كويسة برضو. بس بس هقولك لسماعيلي جايب مين. اه. قبل بطلع الفاصل. اه. عشان رواشوني. جايب الافورة عبدالقادر كلبالي. جايب حمد النجاز. اه. ممكن يبقى الحمد النجاز جايب كويس. لا لقويس طبعا. وجايب اه النور الزموري ده تونسي. جايب فراش شوات تونسي. جايب باس المرسي. جايب شبراوي. جايب صالح جمع. جايب كريم عرفات. جايب احمد محسن. جايب محمد حسن اللي كان عبدالبندر الزماني. اه. لو تفتكر جايب. اه. ياو انور ده غاني. يعني جايب صفقات. مش. يعني 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 ممكن اتنين تلاتة منهم يعني اصلا مش شرط. لا مش اقل من خمس. لا. كويسي. يعني التونسي دولة سمعني كويسين. يعني النجاز طبعا مع. هشوفهم في الملع بروس. فراش ده بقوله كويس. اه. يعني الناس بقوله كويس. بس المرسي مهاجم هيبقى كويس على. انا انا في رأيي البنك الاهلي والمصري اقوص فاصل. نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع اتواصل مرة تانية. حسك القلم الاهلي السندي. لا ما هيقلق. ما هيقلق. والاهلي ما قليلش. الاهلي يقلق طبعا. معفرية قلبه برضا. اه. الاهلي ما هيقلق اه. ما انا فيش صفاقات. اه. ما فيش صفاقات. لا ماشي معقولي برضا. ما لسه صفاقات ما بنتش برضا يعني. هو جاب حقا. وفيش غلصابيو. اه. وشادي. ومصطفى ما هيسي صغير. اه. 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 لا لا طبعا اه. اصلي مش عقص. الاهلي برضو. الاهلي عنده لعيبة. اه. الاهلي معنا مش فرقة. يا انت الان من الراحة اللي خدوها. لا مش اللي المدرب. المدرب شكل ومدرب كويس. مدرب شكل ومدرب كويس. يعني اخل ان الاليا استعيد شكل طبعا. طبعا. لا. يعني كل ما يعني ما بحبش انه مدرب شابها مدرب. كل مدرب. اه. اه. لكن هو واضح ان هو. بص الانتباع اللي جالي من ال الناس اللي يعني في التمرين والناس اللي بتتابع. الحياة اللي اللي بكلمهم. اه. نفس الفكرة مش 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 ما بقى بها ماقصدش يعنى كان إنما فكرة الانضباط وفكرة الكرة السريعة وفكرة وحدات التدريب الكتير وفكرة تغيير المراكز الكتير وفكرة إن إنت لما تسلم الكرة لازم تتحرك ما توقفش وفكرة إن تركيز اللي طول يعنى طول التسعين دي لازم تبقى مركز 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 يعنى نفس ال هتفترج علي دوري قوي دوري جمد أنا متخيل إن اه بقى صعب دوري. اه متخلنا هو بقى دوري صعب. بس اهلي هتفرق مع البدايات برضو. اصلا جمهور مش مستحمل اي بداية اه بجمهور اهلي بكنا جمهور اهلي مش مستحمل اي بداية مش عادية. يعني اي حاجة لا. ما خد بالك اصول زمالك مع عمر ما عمله. هو اللي هو. زمالك اتنين دوره. لا لا لا. ممكن اعمله اللي لا. لا انا مش قلقان انت اللي قلقان. اصلا السوارش. السوارش ايه كانت مشكلته? ان هو خسر من زمالك في النهاء كاس. فدي خلصت عليه. في بدايات بتخلص. لا ما كنت كويس امش كويس. خلاص الجمهور والله لو عملت ايه بعد كده? محدش هيقبل. فهي البدايات. بس اه ما تكلميش على السوارش لان انا يعني نفسيا. ديك مثال. كسين بلاش سين مدرب. مدرب السابق. مدرب السابق للاهلي. يعني هو اللي اللي خلص عليه ان هو خسر نهاء الكاس. فلو كسب كتا القصة تختلف. كان خلاص هتديله بقى الرصيد يسمح ان هو اه لو كسب كان معنا مدرب كويس. معنا ده طبيعي. هو فريرا مدرب جامد ليه كسب? لا هو كان وارد انه يكسب. يعني هو ازاي يعني. وارد انه كان يكسب. وكان فيه مخارنة في الاداع يا رجل. لا ما هو ماشي كان وارد انه يكسب نائي انا بكلم عالكاس. يا رجل الكاس نائي الكاس اداء عبارة عن شط تكتيكي عالي جدا من هاد الزمالك. اتقدم اتنين صف. وشط فيه هجوم لمجرد حلوة الروح اهلاوي. اه. يعني لكن ما كانش فيه في المال عبتكتيكي. الاهل لو تعذرك انا هيكسب. بس انت بكلم. دي كورة. الاهل في شط تاني كان هاجم. دا ما اقولك الزمالك كان افضل بس انا بقول ايه. بس الاهل كان هاجم اكتر شط تاني. ما انا بقولك. بس مش بتكتيكي يعني بتحس. مش داعو بتكتيكي. بتحسش ان اللجوم مخطط ليه. انا بقولك بس انا انا مكلمش على التكتيك دي الوقت انا بقولك ان ان انت لو فيه فيه عقبة. لو افرق جدا مع المدرب. اصل اللعيبة هي هي تقريبا. اللعيبة هي هي. هي كمية الاصابات. كمية المش. بس هايفل ما ايه لو صافيو مع بيجي بلوقتي مارسينيو ده لو البرازيلي. مع اما ييجي. هو اجيه. انا ما اصقش ان حد جيه الا ما اشوفه في الملعب. اللعب جاب جون. مدام ما جابش جون يبقى لسه. اه طبعا. يعني يبقى لعب. لكن ملعبش يبقى لسه مجاش. وصافيو برضو يعني متعارفش اصل حالة اللعيب ايه اما ييجي. طب معنا برسي تاو اما جيه. ومكسوني اما جيه اه في واحد اه كده قاعد يقولك علي اشعار. مكسوني ده هيكسر الدنيا وهخش التاريخ وهيعمل مش عارف ايه. لا مش شرط. مش شرط انت تبقى في حتة معينة متقلقة تيجي هنا في اهلي او زمالك. المناخ واللعيبة اللي حوليك والمدرب وقناع. طبعين من بدر او السؤال. اه. للفوز بالدور. لا صعبة. بس اهلي وزمالك برضو. والله لو اه برمتز جاب ايه. لو البنك الاهل عملي. لو المصري جاب اه. اللي عبت الاهلي وزمالك كلهم خدهم وغيرت شرط. هو اللي هتفضل اهلي وزمالك او زمالك كل اهلي. طبعا. ده مفيش كلام يعني امره منتهي يعني. طب اه اه كنت متابع وانت مسافر منتخب اكيه. اه طبعا. اه. اللي انا استغربت له برضو. يعني يعني الناس هتزعى مني ان يعني تحديدا اه محمد الشناوي. اه. يعني انا قصة انا مفيش حاجة اسمها مركز محجوز لحد مهما كان. اه. يعني اقولك اصل ده حارس مرمى منتخب. لا يعني ايه حارف منتخب. هو فتولي ده اهلاوي. ده راجل جاي من برة. انا قلتش اهلاوي. اه. يعني راجل اللي شاف حق. ماشي. طب شافه فن. مش في اه. في ايه. مش في يديوهات. في ايه. يعني انت بتاخد منتخب مدان. ملوك. طب لا اقف لي عنadasكلمة دي. عقف لي عنadasكلمة دي. اه. يعني انت جاي تاخد تاخد على الفيديوهات. لا ابوسة. ولا انت بتاخد على اخر ماتشاط اخر مش احنا احنا بقى. المت Kazzازن انا كده ان انت بتاخد. لا. لا ستنيني بس ان ان انت آآ يعني انت ينفع عوّد جاب بطولة لفرقيته بتاع ما يتخدش حاجة لغز انا مش عارف طب وليش شناوي لعب المطشين؟ ليه لغز ليه؟ لغز طبعاً وجهة نظر المدرب كده يا سيدي ماشي عارف لو لعب أحمد الشناوي ماشي انت جايب لعيب ما بيلعبش مع فرقيته وجهة نظره كده يا فندم محمد الشناوي كان اخر مطشي لعبه امتى؟ قبل ما ياخد الأجازة الإكبارية اللي هي قعدت قد ايه؟ شهر يعني بقى لش عارف ما يلعبش كورة تيجي تلعبه مطشين؟ ده بأي منطق ايه بيبعت ميسجن ده الحرس الأساسي بتاعي؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة ايه؟ مفيش أماكن محجوزة يا فندم مفيش أماكن طب يبقى كده كان يبقى كان إكرامي بقى يلعب لغاية دلوقتي ما حد يسألش ما حد يسألش حد يلعب لغاية دلوقتي هو سؤال بس وفيتورة ده أهلاوي؟ أما قلت بأيه أنا مليش دعوه أنا بقول له هو ما ياخد أي لعب أقول أهلاوي زمنكوي أقول له غلط أو صح طب جابت الرأي حامد ليه مغايب عن المنتخب بقى له سنة غريبة غريبة طبعا برته ولأ وجات نظر فنيا ما وجاب حامد أما أيه أنا بقول لك يا سيدي شافه بيلعب ببالك شاف ولم بيلعب طب أنا افترض الشناوه مجاش كان معانا لازم ياخد عواتك مرضو كانت شافت عواتك كان أحمد الشناوه يلعب ايه مشكلة؟ طب أحمد الشناوه ملعبش ليه؟ وجيت نظره فنيا أنا طب خده ليه؟ الله؟ خده ليه. منت مش بتجرب هو انت بتجرب ولا بتجربش؟ ما في لعب ما لعبتش تاني يا أول مرة شوء لأ أحمد الشناوه مش هارفك مش كل اللعب ما لعبتش على فتح أحمد الشناوه مش هتاخذ المنتخب تاني مش هتاخذ المنتخب تاني ليه؟ أنا بقولك عشان عمل المشكلة هو خلاص ضحى بيه طب ما هو ترك أحمد طرق احمد لما اعمل مشكلة ما اكيروش ايه اللي حصل? ده حق المدرب. حق قصير المدرب. بس انا بقولك. انا مفيش حاجة. حال ده مجاملة لمحمد شنه واصل. انا مفيش حاجة. انا 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 مستغربها. هو محمد شنه وجون صغير. محمد شنه وجون كبير. حارس مرمى مصر الاساس. يا سيدي على عينه على الراسل. حارس مرمى الاساس بما تشيل السنغال اخر ما تشيل المنتخب. اه. احسن لاه في افريقيا. اه. طب بقولك ارجع كده. هات المنتخب. ممكن احلقة جاية. مليش دعوة. يعني هو ياسد ابراهيم لما جالت ماتش داني والزمالك. مليش دعوة. مليش دعوة. مليش دعوة. مليش دعوة. اما انت بالمناسبة. اما تجيب اللي جوان اللي ضاعت. لا الشناوي عامل اساسي فيها. ايوة كان في اجنان. يا سيدي انا مش ما. يعني انا بص. مش لان هو وحش. يا فندم. يا فندم. يا فندم. يا اه. لا مفيش كلام ده في الكورة. لا مين قال كده. مفيش كلام ده في الكورة. يا عافية. لاحظة بس يا بس. اه. هو جول لي فاربول مين. انا مليش دعوة. آلسون ده. يا فندم. هو لما آلسون ده براح ماتش. ويجي الجول التاني ينزل يكسر الدنيا بيكمل. لا اه يكمل. بيرجع. يا ماشر حرص المرمى بالسير. لا 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 لا. حرصت المرمى بزاكت بيجيب كلها كده. هو فيه الحاجز. انا بقول لك. هو فيه في العالم. يا فيه في العالم فريق كبير. انت عارف? بيبدل بحرصت المرمى. لا لا مش كده. لا مش كده. انا مقولش بيبدل بقى ماتش وماتش وكلام ده. انا قلت علي اللوت في لعب. ولأ انصال دراب الجزاء وريكبوا كلام ده. اللي انت عارفوش انه محمد شنو كان بيلعب هوه مصاب. عشان قصة انه محدش يلعب. كان بيلعب هوه مصاب. وده اللي قدل تراجع للمستوى. فانا بقول ان مفيش حاجة في الدنيا محجوزة لحد. اقولش على الشناوي. اي مكان في اي حتة في الدنيا. بس الشناوي محجوز له حدست المرة. ما ينفعش. انا مش موافق طبعا. اي حد الا الشناوي. لا لا براحتك. براحتك. لكن انا والله ما ازل الشناوي. اي ولا تقول لي باكرايت يعني انت دلوقتي فتوح مسلا يروح اه ست سنين ولا ويرجع اقول لك اصدنا باكرايت باكليفت مصر. افرض محمد حمدي ولا اي حد لعب ومشي. خلاص. محمد ولان العواد مراحش. ما ممكن العواد كلي بروا. يعني. بس الشناوي برضي يلعب. لا يعني دي الشناوي اكتر لك انا عواد اصلي في الاخر مش مقتنع بيه. ياتك وتعيز احمد شناوي الياد دا. ايا حقيا كان. انا بقولك ان مفيش حد ان هو يغيب. بجون بقاله تلاتة شهر ما بيلعبشي وتيجي تلعبه اصد ذا اصد ذا حرص مرمى مصر. لا ما فيش الكلام دا. انا من وجهة مش كلامة اختياره العواد قد تكون لي وجهة نظر براحته يعني اصلا ما فيش حاجة اسمع ان انت مش تجبره ده محرس معين لكن انا متعجزت لحده معين دي الاساس لكن برضو حس ان هو ما زي ما كنت بتكلم انت هو كابتن دوية السيد ان معدل الاعمار برضو انت لا انت الاساس جاية عندك ان انت تنزل معدل الاعمار فانت ما نزلتش معدل الاعمار ليه يعني انت فاهمني؟ ما دي دي حاجة متكلمة فيها دي ده من الهم من الحاجات اللي انت قلتها ان معدل الاعمار ما وانا قلت من بدري من نور نور احمر اه طبعا طبعا مش قصة لازم اكسب الماتش ده عشان الجمهوري يتبسط ولا انافسي بعد سنتين ما شكلتش الفرق هانا هقف عند الكلمة اللي انت قلتها لازم اكسب الماتش ده هل تعلم ان المتخب المفروض كان جيله عروض يلعب مع الارجنتين ويلعب مع البرازيل يلعب وخافه خافه في شهر تأتيها سألها مع بلجيك؟ انا انا اقول لك ماشي بس اخافه ليه قالك البدايات ممكن هيتغلب يمشي المنتخب ويمشي المدرب ومشي تحت حد الكورة فقالك نلعب في الليه في الحاجات المضمونة طب انا 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 يعني انا مش فاهم انا احنا استفدنا ايه من الماتشين دول انت لو شايف ان استفدنا حاجة انا شايف لا استفدنا حاجات كتير زي هقول لك ان يخش المدرب مع لعبته ينسجم مع بعض في معسكر مقفول لعما تشد ده نقطة اجابية الحاجة التانية ان انت ربما يظهر لك بعض اللعيبة زي محمود حمادة زي يعني قدر شوية انتباع انه برضو ممكن يتفكر في لعبة خارج الاطار اللي احنا عارفينه بقالنا سنتين ثلاثة برضو ده حصل انه هو بيرجع بيحاول يرجع الثقة اللي عبته اللي فقدوها من كاس امم خسروا من سنغال وبعدين كاس عالم فزي الشناوي زي محمد صلاح اللي هو نجمينك كبير طبعا زي مرموش وترزيجي ومصطفى محمد كل دول الجماعوا بعد غياب طويل جد وفيه نقاط سلبي اللي هو انت بتلاقي فرقة صغيرة فالفوز عليها شاف الاجابات مش كتير يعني انت اقول عديت الاجابيات بس اجابات عادية يعني يعني لكاول معسكر ماشي 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 لكن مثلا تكسب انها اجار ثلاثة او تلتاشر مش معناه ان انت انا مكسر الدنيا او او لايبريا لانت المصول الفاني المفترض من ده التقييم مش هيصل على المطشين اه الحاجة التانية معدل عمر السنية اللي احنا اتكلمنا فيه اه طبعا ده اهم حاجة انا مش حاسس ان فيه بلان فعلا واضح بس انا مش اه يعني انت جاي انا ده اربع سنين فانت محدش لي عندك حاجة انت اه لا يعني انت بيجيب لعيبة مش حاجة اسمع لعيب فوق التلاتين يبقى اتنين لعيبة او اللي حاجة او كده ممكن لايبزى احجاز يبقى قائد مش عندك تلاتة اربعة او كده ولازم عندي بقى ايه عدد من اللاعبين تحت تلاتة وعشرين وعدد من اللاعبين تحت خمسة وعشرين وعدد من اللاعبين تحت سبعة وعشرين عشان ابو تلاتة وعشين واتنين وعشين واحد وعشين ده يبقى عنده خمسة وعشرين انا محسطش بالان يعني فى بلان لما اجا حسبو يعني لما اجا بص على احيي السنب ده انا محسط ان في بلان مش هتكلم فى حاجة تانى يغرب باه انا محسطش لأ يعني انا لو حسطت ان في بلان حعظره فى اي حاجة خلاص يا جماعة ده القصة مختلفة و بيعمل و بيخطة تكون هو راجل كين انو عندو فرقة عندو بطولة بعد السنة عايز يكسبها لا طيب و بيعمل كده ده اللي انا حسيته برضو عشان كده حسيت انه مفيش فرق كتير يعني عنو زي زي اي حد تاني يعني عموماً عموماً خلينا ايه انا شايف ان الحكم السليم برضو طبعاً احنا بنقوله على كولر طبعاً 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 الحكم الحقيقي في المعسكر الجاي طبعاً اللي هو بتاع نوفمبر ده عندنا ماتش كويت يوم 15 وعدين بلجيك يوم 18 فخلينا بالحكم السليم من القايمة والأداء والشغل طبعاً حيبان واللعيبة اللي كانت مش قد كده ما يستبعدها تحسن شخصيته قوية لكن انا بعض المواقف حتى زي موقف الشناو والشنون طبعاً ورقم واحد طبعاً والخناعي بتوالك يلعبه بالفرلة ممسوحة في التدريب ده تهريك يعني كان لازم بقى حازم بالزبط يعني حتى لو تقوله احمد الشناو اللي يلبس رقم واحد اه او محمد الشناو بس خط قرار بالزبط محسيت يعني كان في بعض مواقف صغيرة كده كان لازم من بدري اه محسيتش فيها بصراحة لا 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 ما انا بقولك كان ده يطبح القطة من بدري بدري اه ليه ولغيره اي حد يستبعد لكن انا اجل للمعسخر اللي جاي اه يعني مسلاً لها المطشين في السادس الاسكندري اه هو الاختار المحر اه وهدي رجعتيني قالك اصل الارض ناشفع شوية فعلق بعد كده في برج العرق اه طمانت اللي بقت اه صعي مستنى 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 طيب عايز اسألك كمان انا عايز جرجرك معاك بس انا بحاول برضو يكون هادي معاك النهارضة لا ماش حاضر احتفالاً برجعت من امريكا ماشا ماشا برضو انت جاي من امريكا بقول احلى حلوة اه طبعاً مش كده اه بس لك كنت بتاكل شجور ما هناك كتير زي هنا بجلتش اكل امريكي قول لا مصر قول لا مصر لأ ماش اكل ده بتاع امريكا ده مش اكل لو بقل هتخوش مطعم هنا مثلا تقطل اترك رز جايلك طبعا رز جايلي لا لا هناك الاكل كتير هناك اكتب يقدم رزاية لا 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 الاكل كتير بس مطعم مصري اه لأ لك انما تخوش تاكل في مطعم امريكاني اه مفيش خسفيس كده ممجيش معناك مره نكبنا مركم فاكر ايوة لما راحنا عند التمثال الحروح اه حرية لعفنا في المحيط و مباعش خلو. عدل التاري. عدل التاري. لا لا ما كنتش معانا. طيب. اه المنتخب الاولمبي بقى. اه. ميكالية عندك انتباع عنه? هو انتباع انا يعني يعني برضو مش عايزة بقى يعني ايه. يعني كل انتباعات سلبية. بس انا الفكرة في الجيل. اه. يعني فكرة دي المرة دي بقى في الجيل. اه. كذي ما انتخل لومبا بتجي اي متخب الاولمبي اللي قابليه. لا انت رمضان الصبح وهعدلك بقى يعني. مهو ده بقى طالت بدأت بقى الحلقة معي. اه. اللي هي ان احنا بنقول في اخر تلات اربعة سنين. اه. ان الاعمار السنية تلاتة عشرين ده لسه عالي سهوية. تمام. من اربعة خمسين ما اكدت الشهوية غريب ما كانش كده. بزبط. كان الجيل بتاع رمضان الصبحي. انت رمضان يا راجل كان معي الكابت انسان معود مبارح. بيقول لي لعب معايا. اه. اه. انت خيار سيد معود مبطل اكناه اربعتاشر. اه. بيقول لي لعب معايا. اه. اه. لحب. بلعب وعند ستاشر ستاشر ستاشر. اه طبعا. لا يعني رمضان الصبح. ده 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 العيد افتكر. تخلم رمضان الصبح. وناصر محمد فتوح. لا لا لا. ومحمد صبحي. وكان اساسي. ده لعبنا افتكر. لا لا لا. وبكهم. اه. ويايس الريان. وصلاح محسن. اه. لا لا لا. ومصطفى محمد. لا لا لا. واكرم توفيق. لا لا. يعني مناصر ماهرك قلناه. اه. وعمار حمدي. اه. وكريم فؤاد. وكريم العرائي. اه. عد انت. اه طبعا. كلهم نجوم. انت عد بقى هاتلي اتنين بلعبوا درجة اولا. مفيش. 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 مفيش في المنتقب اللومبي. مفيش اتنين بلعبوا في المنتقب اللومبي. هتعرف اسميهم. فدي هي المشكلة. قبل ما اتكلم على المدرب على على البلان على على على. انت الاماشة عندك صعبة. مم. فالاماشة دي هي المشكلة الاساسية بالنسبة للمنتقبل اللومبي. بس ايسا اقولك على حاجة الكماتش اللي تلعبوا في بعض العيبة لاما عند. ايه بس مش مش مش. طبعا انا هقولك اسماء وانت اقول لي برد. اه اه. بص. مم. يعني حمزة علاء واحمد نادر السيد. في حراسة المرمأ. بجانب علي الجابري وعلي نادر. من الاسمين دول لها معا شوية. حمزة علاء بتاع الاهلي. اه احمد نادر طبعا. حلو كده. عندك يادر عسقلاني. مم. مكسر الدني. الحقيقة يعني كسر دي باك. او كلاهب مدافع. عندك محمد مغربي. اللي هو. انت الاهلي او ماشي. حمد اشرف الباكليفت بتاع الاهلي. عندك عربي بدر. عندك عماد ميهوب. عندك اه مصطفى ميسي. الاهلي يخده من سيراميكا كيلوبات. عندك رفض خليلي اللي هو الباكليفت. ده هيل ده. لعب كويس جدا. هيل. 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 او سمى فيه سبتاع الزمالك. اللي هو معار للبنك الاهلي. تمام. احمد سيد غريب. ما اوكي. اللي هو المهاجم بتاع الاهلي. تمام. طب بدأت تظهر شوية. بعض الاسماء. مع الاعارات اللي حصلت كمان في الدول. لازم يلعبه. اه اه. لازم يلعبه. لازم يكامل. هو اللي يكامل مع مع بتاعه يكمل في الامتخب الكبير والحاجات دي. فانا شايف ان القماش يعني ربنا يسطر. هيبان في المطش بتاعه سواتيني. طبعا. طبعا. لازم يلعبه كتير. يلعبه كتير يلعبه في الدورة. ويلعبه كامل. كالشاوة غريب بيعمل كده. لا بصراحة عتيته بتاع الشاوة غريب دي يعني. اه يعني عشان عشان قبل البطولة حق ربنا. حق ربنا. طول عمره بيعمل كده كده. ده صحيح. قبل ما اختم بقى قدامي دقيقة. اه. عندك انطباع عن القرعة والربطة الاندية والدور الجديد. وقل انت طالبه. يعني بشوات الكلام اللي تقال. اه. انه يبقى فيه جايزة للبطل والتاني. فيه احسن لعب له جايزة. هيبقى فيه درع جديد. هيبقى فيه رش الملعب اجباري. خمسة بس محترفين في القايمة بتاعت المنش. مش بس في الملعب. اه. لك في القايمة كلها عشرين لازم خمسة فقط. حتى لو الملعب في خمسة. اكتر حاجة هجباني ان انت. لجرة اندباط. اللي هترضى على الحكم. اه. خمسة وعشرين الف جنيه. دي اللي هيلة. بس تطبق صح. اه. يعني مش تطبق على واحد ويخافوا من الاهل والزمالك. والطبق. اسوأ ماشية زي ما انت بتقول. ده هو ده. ده لو حكمت دي. سبعتاشر رؤية حامل الحكم. دي لو اتعاملت. لو اتعاملت. يعني ابشر هيبقى دوري غير عادي. هيبقى اعظم دوري جيه في تاريخ مصر لو اتعاملت العكاة دي. طبعا انا من السنة اللي فاتت انا اجيبنا الربطة بتحاول بجد. بتحاول وتشتغل. وبتجيه وعايزك جديد او الكلام ده. الحاجات التانية اللي حوليها دي دي تفاصيل. لكن جوهر الموضوع. ايه هي الحكم. انت لو حميت الحكم. اه. وخليت الحكم. هو ببيعكم مواصف من نفسه. وعنده ضعر. امم. ابشر بالدوري. هي حتطبق بقوة. امم. مع ثقة بتزراحها جوة الحكم. خلاص. خلاص. اعتقد فارق شوية. اللجنة برضو مش يعني. يعني كلات البرج فارق شوية مند الحكم شوية. مش. مش. حكم شوية يعني قوة. دي دي هتفرق جدا جدا يعني. اه. هتفرق ان شاء الله يعني. نورتنا وشرفتنا. نورك الحمد. عمدلع السلام. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. وستخدش على كده. لا خلاص. مع بعض المرة الجاية. مش هسيمك براحك. ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. نورك. 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 زاملنا العزيز. هنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بكرا ان شاء الله ازاكالينا عمري في تمام الحديق عشر مساء. حلقة جديدة من بوكستوكس. الى اللقاء.